منكمل لقائنا معكم مشاهدينا وبرنامج تحقيقات وموضوعنا اليوم اخبار شائعة وهيك غسان يمكن اليوم عندي خبرنا اكتر واكتر عن شفاج واذا نقول الايسي هو سخن هو بارد كيف طريقة الاستعمال بس نستعمله بين موسم وموسم وكتب عبت تحكي عن ميكروبيت اللي بيكون موجودة وعن الليجيونيلا وكمان ذكرت غسان انه اذا ما نطلب منكم فحص لا الليجيونيلا اذا هي غير الميكروب هيدا بيكون الا فحص المختبر بيكون الا شغل غير الميكروب العادي يلي موجود هلا اكيد مثلا مش اذا ما نطلب او ما نطلب ما حدا بيخطر عباره عم نحكي موضوع غير متداول بس موجود يعني مثل واحد بيجي بيفحص سكري ما بيطلع عنده سكري بيقلك انا صحتي مثل حديد يكون عنده بالقلب مين بيجي بيطلب منكم هيدا الفحص هلا مش مننا نحن هلا فيه مختبرات كتير بتشتغيل نعم 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 كمختبر مين بيطلب يعني اصحاب يلي عندهم يمكن مؤسسة عندهم كذا هلا في عندك المؤسسات هلا البيوت الفيلات مثلا عادة شخص عادي ما بيفحص معي لان بيتكل عمية الدولة او عمية اللي هو بيشتريه بس هلا انت بتعرف انه وقت بيكون فيه مثلا نوادي او بيكون فيه مؤسسات كبيرة مركبة في التراب وعم بتعالج ماء بيصيروا هيدول بدون يفحصوا لان دفعين مصاري لشركة مركبتلون اجهزة ليعالجوا الماء بدون يشوفوا اذا عم بياخدهم قبيلة ولا لا بس بيجي بيقلك انا بدي اعمل هال مادة تانى بدي اعمل كوليفوروم فكو كوليفوروم فكو مثلا او بدي اعمل هال شغل تانى ما بيختور يعني شغلي ما بيتخيلوه انا ممكن يكون في الجانب يعني كأنه شغل برات العصر بس بينما بلاد بره يضج فيه وبينبش عليها يعني بدي يخرج واحد شوي برات الترادسيون ديما ينبش ويكون واعي هلا حتى لو المي مثلا تبع الدولي او ميت الشركي او البير الارتواز اللي عنديك ما فيه لاجيونالا بدو كمان مش عم نحكي عنو فيه الكلابسيالا بتجي كمان بمي يعني بيجي بالتلوث العادي بمية الشت الهواء يعني اذا فيه خزانات مفتوحة ممكن يجي معرضة يعني مش ضروري مش عم نحكي ان احنا بتكون ايجابة مي نظيفة بس اذا محطوطة بخزان مفتوح بتتلوث اي بس انو وقت يلي بيقولوا انو اذا تجي الماي الشمس على الماي اكتر بتكون عم بتطهر الماي اكتر ما انو اذا مفتوح الخزان ولوقيت الكتير منيح لانو الشمس عم بتفوت على الماي لان اي هلا الماي ريون سولير انا مرة احكيتها بحلقة اشعة الشمس شو بتضر وشو بتنفط هلا اشعة الشمس ما فيها تخرق يعني الاشعة عادة ما فيها تخرق لبروفوندور كتير كتير يعني يعني بتكون على كمي كنتش شي سطحي او عبروفوندور معين حتى اذا بتلاحظ اللمبات الاولترا فيولي اذا ما كانت معمولة بشكل اديكواة مناسب بدي يكون مثلا هاللمبة هاي الاولترا فيولي اللي عم بتشعة بدي يكون فيه توب حواليها من جوة والمي المارقة كوش منس يعني برقية الورقة اذا ادخن شوية من الورقة بدي تكون قوتها كتير كتير قوية لحتى تقدر تعقم كل المي وقالها بتعقم طبق طبق رقيقة بعدين اذا المي فيها توربيديتي وفيها ماتيار ان سوسبنسيون يعني مواد عالقة بيصير هالميكروبات هايدي ما بيجي بدي تكون المي صافية حتى تعقميها باشعة الشمس بينما اذا الخزان متل ما حدثك عم تقولي مفتوح بيخزز بيعمل خز تتلون المي ما بتقول تصل اشعة الشمس بيصير الخز يربع اشعة الشمس وما باوضي تعقم الخزان كليا وعملية انه الخزانات مفتوحة انا اجيتني حوالي سكتيس بيصيروا ناس يحكحكو بصير عندهم الرجي بيقلك ميل الشيطة بتعبي الخزانات بصير عندهم الرجي بصيروا يحكحكو اذا بخبرك شو بيصير فيها الماء بس مالخزانة بقيت شو بده لانو عم ينزل مامية الشتة بس يتحمم ورشة تستعملوا الماء عم بيعملوا ألرجية كمانو بيعملوا ألرجية بصيروا بيضلهم على مده بيعندهم ألرجية بالجسم بصيروا يحكوا بيحمروا جلس بس ليش مشكلة لانو ماء الشتة لانو الخزان مفتوح لانو مفتوح وبيجمعوا ماء الشتة ماء الشتة تتجمعية بده معالجة من زمان أبائنا وأجدادنا بس بيقولوا أنضف ماء ماء الشتة ماء الشتة تحتوي على تلوث الهواء وأنا حكايتك انو تلوث الهواء بحلقات عملناها انو تلوث الهواء شو فيه مواد بنزو بيران وفيه برافين تبع السيارات أوقات حريق ناية بيطلع يعني السيكليك ويلي بيكون عادي ما في نقول بهذه بأول فترة يدروكاربير السيكليك والبرافين العادي وعندك نيتروزامين بأشعة الشمس إذا كان بيتحول لنيتريت بأشعة الشمس يعني الماء ما بيكون فيه النيتريت بس يجي الريون سولير الالترافيولي عليه بيفككه الموليكول تقريبا شو 426 كيلو كالوريه بتفكك هاليزونات هادي بتعطيك النيتريت مادة مضرة بالماء هلا ميت الشتي بيجي فيها جراسيم وفيروس تبغسان تنقل غبرة بأوقات بتدود ماء يعني بيكون نقلتلك وحل وميكروبيات صغار على الأرض وميكروورغانيس إذا بقيت الدنيا عبتشتي مثلا جمعة يعني بهالوقت تنضف كتير الجو نضف الجو ممكن ينزل الماء ينضيفي أو على طول هو الميت الشتي خبرك شو بيصير فهمت سؤالك مية بالمية مية الشتي بيقولوا انه خلي أول مرة السطح بس أنا عم بيحكي على شكل تاني حتى نشيل هالالالتباس عندي خزانات المفتوحة اللي بتشتي فيها الماء هي لازم تتسكر لأن الهوى بيجيب طراب معه وبيجيب دود حتى بيطير أشياء من الأرض كتير ميكروورغانيسما صغير وبيعمل الخبار وشكال والطيور ممكن تجوية هلا سكرنا الخزان نضيف الطريقة التانية الناس اللي بتضيع اللي بيجمعوا مية شتي مثل عيام أبائنا وأجدادنا هاي طريقة كتير كويسة مية الشتي مبدئيا تحطى النظفها بدت تتنظف لأن فيها ملوسات الموجودة بالهوى كانوا ينزلوها أول شتوي يقولوا يكنسوا السطح وأول شتوي يكبوها برا هاي دا كتير كويسة بس تاني شتوي يحاولوها على بير بالبنية أو بالبيت عاملين بيها بس كانوا يكبوا كلس كانوا يكبوا كلس فيها وكانوا يعملوا حسابات قداش يكعبها ويقول قداش بدي يزد كذا كيلو كلس فيها كانوا يعقموا يعني نحنا بنعرف إنه المي إذا كانت ملوسة بإشعاعات بنستعمل الكلس ليعمل بريسيبيتين هلا إذا أنا بدي يفحص المي إذا كان فيه ششة مشعة بيستعمل مواد بتعمل بريسيبيتين وبيخدها حتى جمع الماتير راديو أكتيف كلها حتى جمع وقت شوف قداش الكالسيوم وقت بيعمل بريسيبيتين 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 يجع هالكلس بيرس بياخد معه كل الشوائب وتقريبا بيقتل ميكروبات تقريبا يعني ما بدنا نقول إنه لان مش عارفين كل الظرف بدي يندرس لحاله يعني عملوا يعني عم بيعمل تقريبا متل ما بيعملوا شرك الماء ناعوا من الكواجيولاسيوم وبيرجع بيعمل بريسيبيتين عم بيعملها شبيهة يعني الماء عم بس يحط لها كالس بس يجي فوتها على الخزان ماء بيجي هوا وغبير ودخان سيارات ومعامل وإذا ما نخبرناك يشو فيه الهوا إذا توقفي عالدورة إلنا مرة بعجقة السير بتلاقي مية واربعين بي بي ام سي او إذا بتطفح حصل هوا هذه مادة من المواد يعني غسان يعني جلنا عم نحكي عن موضوع وأكيد الماء هي شغلي كتير من المسئلة الخزانية بس كنت تحبي قبل ما نختم اسألك عن الفنتيلاتور الماريوح يلي تستعمل بالبيت نعم يعني الهوا يلي عم بيبقى نفس الهوا يعني بس عم بت أجيتاسيون هالي تعمل نعم مش أكتر من هيك كمان عم بيصير فيه شي عم بيدخل شي لأنه قوات منلاقي على شفر الماريوح غبير كتير معلق هل هي هون ميكروبيت كمان يلي عم بيجو نتيجة هال أجيتاسيون هالغبير إذا ملزقة بتكون ملزقة بتكون مهو الهوا في زيوت إلنا نعم نعم إذا بتفحصيه أو إذا حيال لغبرة وقت بتشوف الغبرة صعي بتشليها بتكون مزيت لأن الهوا فيه تلوصات نعم هل إذا هالمروحة هايدي الغبرة مطارت عنها بعدين ما حدا بدور مروحة فيها سماكة غبرة كبيرة عالة بيمسحوها نعم وإذا كانت مش عم بيمسحوها مش عم بيطلعوا ما بيأثروا هول لأنه ملزقين عليهم هو اللي بيخوف مثلا واحد يدور مروحة ويكون فيه غبار عالطاولة أو عم يجيب غبار عم يدور مروحة وفيه غبار بالهوا عم تنشرهم يعني هي مشكلتها بس بتجيب الغبرة هي إذا مدورها بمطرح وفيه غبار عم تنشرهم بزيادة عم تعمل خوف بس إذا الهوا نقي وهي ما فيه بروبلم ما بيعمل أي بروبلم غسان أكيد بعد فيه إشي كتير نحكي عن أخطار شائعين رح يكون عنا لقاء مثل ما ذكرت بالبداية الأسبوع الآدم عن موضوع أخطار شائعين اللي مثل ما ذكرتها هي نوعين إشي معروفة وإشي مخفية علينا نحنا من خلال هالبرنامج نضوع الإشي المخفية لحتى هيك للمواطنين ونحن